ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليد اليسرى مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع الرجلين إلى بداية ساقيه يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر فالأمر في ذلك واسع ويشترط أن يكون الخفان طاهرين من النجاسة ساترين للقدم مع الكعبين وأن يلبسهما على وضوء كامل ومدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ويبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه في التاسعة صباحا ثم توضأ في الثانية عشرة ظهرا ومسح على الخفين فيبدأ احتساب المدة من الثانية عشرة لا من التاسعة ويكون المسح في الحدث الأصغر وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح فوضوءه صحيح ما لم ينتقض بناقض آخر فإن أراد المسح مرة أخرى وجب عليه أولا أن يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه قدميه ثم يلبس الخفين ويراعي الشروط السابقة ترجمة نانسي قنقر